إيه السنن المتبع في هذه الأيام المباركة؟ يعني إيه السنن اللي وصلنا لنا المؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام المباركة؟ أحسنتي السنن المؤكدة عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب مسلم من حديث ستينة أمه سلم كان رسول الله يصوم التسع من ذي الحجة يعني أول تسعة أيام دول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بصومه بخلاف حديث لستينة سيدة عائشة هي قالت ما شفت السيدنا النبي ولكن ستنا أمه سلمة والستنا حفصة أكدوا أنهما شفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يبحنا قلنا الصيام. عندي كراءة القرآن. عندي الذكر والتهليل والتجميل لله سبحانه وتعالى. قلنا الذكر نوعان عندي مطلق وعندي مقيد. مطلق أن أنا بذكر ربنا في أي وقت. أي وقت في بيتي في عربيتي في المواصلات في الشارع في الشغل بتاعي وأنا قاعد كده. بذكر ربنا سبحانه وتعالى. مش شرط العدد ما فيش حاجة أسمع عدد في الذكر. دين ده أشكركم بسأل حضرتك لأنه في ناس لما بنشوف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف فيديوهات اللي مش عارفة لقضاء الحاجة ولتسهيل الأمور وللرزق وللشراء منزل أذكر بعدد معين فأنا أشكركم بتأكد من حضرتك. أنا معرفش ده صح أو غلط أو في حاجة فعلا موجودة أو دي سنة أو لا فأشكر كده بتأكد من حضرتك. ربنا لما تكلم عن ذكر. قال يا أيها الذين آمنوا. ذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلة. يعني الصبع كده وآخر النار. طيب. الذكر بعدد معين للحاجات اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل دي اسمها عند بعض العلماء مجربات. يعني ايه مجربات يعني واحد مثلا قال لي لطيف ألف مرة. لهي الأوراد زي الأوراد مثلا. زي الأوراد. دي اسمها مجربات عند العلماء اللي هم أهل الله يقولوا مثلا اللي يقول لي لطيف ألف مرة ومش عارف هيحصله وإيه. دي اسمها مجربات وإنما ممكن هي مشيت معها. ممكن ما دي مشيش معي أنا. لذلك أنا بشتغل على نفسي في ذكر ربنا في الصلاة على حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بحاول أشغل نفسي في هذه الأيام بأي حاجة تقربني ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أنا عندي برضو الصدقة. كذلك أنا عندي مساعدة الناس حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا فضل الصدقة في الأيام دي. لها ثواب كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقول رسول الله قال الله في الحديث القدسي ابن آدم تقول مالي مالي مالي. يعني بتشتغل لي عشان أجيب فلوس. عايش في الدنيا لي عشان أجيب فلوس وأصرف. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. الصدقة دي هي الباقية عند ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك وإحنا داخلين حتى عندنا يوم العيد يوم العيد ده بنعمل فيه بنذبح الهدي. ليه نتقرب بيه لربنا. طب نعمل بيه بنوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ليه لأن ده يوم عيد. يوم سرور وإدخال فرحة على قلوب الفقراء والمساكين. فلذلك أنا عاوز أتخلق بخلق المساعدة والمسامحة. وعاوز أتخلق بالأخلاق الكريمة في التسعة يام دول قبل يوم العيد اللي هو يوم الجائزة.